اشتركوا في القناة الدراسي الثاني تعالوا نشوف ازاي نقدر نجمع البيانات اتفقنا قبل كده اننا ممكن نجمع البيانات بنفسي او اجمعها من غيري درسنا اليوم ازاي نجمعها بنفسنا اول حاجة طبعا هنستخدم الدراسات الاستقصائية والدراسات الاستقصائية بتنقسم الى نوعين النوع الاول ان انا نعمل استبيان ازاي نعمل استبيان بنجيب ورقا وبنكتب فيها مجموعة من الاسئلة وبنوزعها لمجموعة من الناس عشان نجمع معلومات عن شيء معين والاستبيان ممكن يكون الكتروني عن طريق الانترنت لتسهيل الوقت والمجهود او اننا اقدر اجمع البيانات عن طريق المقابلة اعمل مقابلة شخصية مع الشخص اللي انا عايز اجمع منه البيانات او مع مجموعة من الناس اجمع منهم البيانات يبقى الدراسات الاستقصائية ممكن اعملها بطريقين عن طريق عمل استبيان او اجراء مقابلة والفكرة بتاع الدراسات الاستقصائية هي طرح اسئلة ان انا بطرح اسئلة على مجموعة من الناس عشان اقدر اعرف معلومات عن شيء معين طيب ثانيا في عندي حاجة اسمها تنفيذ تجربة ودي طريقة اخرى لجمع البيانات زي مثلا لو انا عايز اعرف حجر نرد لو القيته مثلا مئة مرة كم عدد مرات ظهور الرقم 5 يبقى انا عشان اعمل الموضوع ده لازم انفيذ تجربة او مثلا القاءهم لمعدنية لمئة مرة ونشوف عدد كم مرة ظهرت الصورة دي اسمه تنفيذ تجربة وده بيتم لما بكون انا عايز اكتشف شيء معين ولازم اجرب عشان اكتشفه او ان انا اسجل ملاحظات عن شيء معين زي مثلا عدد المصلين الذين يؤدون صلاة الفج في المسجد خلال شهر الرمضة يبقى الفكرة هنا ان انا ممكن اجمع بياناتي عن طريق الدراسات الاستقصائية خلال عمل استبيانات او مقابلات او ان انا انفذ تجربة او اسجل ملاحظات عن شيء معين طبعا المجموعة اللي انا بجمع منها البيانات بنسميها عندنا بمصطلح المجتمع الاحصائي والمجتمع الاحصائي هو مجموعة من الناس اللي انا بدور على المعلومات عندهم زي مثلا لو انا ببحث عن المجتمع الاماني يبقى المجتمع الاماني بالنسبالي هو المجتمع الاحصائي احيانا بيكون المجتمع اللي انا بدرسه كبير جدا واحيانا بيكون عادي صغير او متوسط زي مثلا لو انا ببحث حاجة معينة لطلاب صف معين فالمجتمع هنا بيكون صغير 35 طالب مثلا اما لو ببحث شيء كبير عن مجتمع كامل زي مثلا المجتمع الاماني بيكون العدد كبير جدا وممكن ابحث مثلا الموضوع عن طلاب مدرسة معينة فممكن يوصل للعدد لألف طالب فبالتالي ده يسمى مجتمع احصائي المكان او الاشخاص اللي انت بتجمع منهم المعلومات هم دولة المجتمع الاحصائي ولكن اذا كان المجتمع الاحصائي كبير جدا باضطر ان انا اخد عينة والعينة بتكون جزء من المجتمع الاحصائي بشرط ان يكون هذا الجزء ممثل لهذا المجتمع يعني ناخد من كل اجزاء المجتمع مثال لو انا عايز اعمل دراسة على المدرسة كلها لازم اخد طلاب من كل صف لو انا ببحث مثلا شيء معين للرجال والنساء لازم اخد عينة من الرجال وعينة من النساء ما ينفعش ان انا اخد عينة متحيزة من طرف واحد فقط يبقى العينة هي جزء من المجتمع ويفضل ان العينة تكون كبيرة على اساس يكون البيانات اللي انا جمعتها اكثر دقة ولكن انتبه كلما كبرت العينة اصبح الموضوع مكلف اكثر وتكلفته اكثر تعالوا نشوف سؤال يقول اختر طريقة من طرق جمع البيانات الثلاثة لتناسب كل حالة من الحالات التالية طبعا الطريقة هي اما التجربة اما الملاحظة اما دراسة استقصائية نبدأ نشوف الاسئلة عدد مرات سقوط دبوس على طرفه المدبب عند رميه 200 مرة طبعا دي محتاجة تجربة عشان نقدر نسبة الموضوع ده لازم اعمل تجربة ورمي الدبوس 200 مرة يبادي تجربة عدد الاشخاص الذين يدخلون السوبر ماركت كل ساعة يبادي ايه ملاحظة لازم اقف على السوبر ماركت والاحز عدد الاشخاص اللي بيدخلوا عدد الاخوة والاخوات لطلاب صفق دي طبعا لازم دراسة لاننا لازم اسأل الطلاب عن عدد الاخوة والاخوات فدي دراسة استقصائية نعم عدد الحيوانات الاليفة في حديقة الحيوان برضو لازم اعمل دراسة استقصائية واسأل عن عدد الحيوانات الاليفة عدد مرات سحب ورقة حمراء من مجموعة اوراق ملونة عندما تتم عملية السحب 100 مرة دي محتاجين فيها تجربة لاننا عايز اسحب 100 مرة واشوف الورقة الحمراء اتظهر كم مرة عدد الاشخاص الذين يستخدمون المواصلات العامة نهار دي محتاجة ملاعظة واشوف الاشخاص اللي بيستخدموا المواصلات عدد مرات استقلال افراد عائلتك للطائرة دي طبعا دراسة لان لازم اسألهم كم مرة استقلوا الطائرة وبكده نعرف ان كل حالة لها طريقة مناسبة تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده يدير احمد ناديا رياضيا واراد ان يسأل اعضاء النادي عما اذا كانوا يودون ممارسة التمرين مساء يوم الاربعاء ام لا فاذا كان يوجد بالنادي 38 عضوا فهل يجب على احمد ان يسأل كل اعضاء النادي ام انه يجب عليه سؤال عينة من العضاء طبعا زي ما انتم شايفين الاعضاء اللي هم المجتمع الاحصائي 38 وده عددهم قليل فممكن يسألهم كلهم عادي مش محتاج انه ياخد عينة يبقى نقول له يوجد بالنادي 38 عضوا فقط وبالتالي يمكنه ان يحاول سؤالهم جميعا لان العدد قليل فمش ياخد منه وقته مجهود السؤال التاني يتكون نادي مشجاه احد الفرق كرة القدم من 860 عضوا فاراد رئيس النادي معرفة ما اذا كان المشجعون يودون مشاهدة عمل ترفيه بين شوطي المباراة الاياب لفرقه اذكر سببين يوضحان لماذا يجب على الرئيس سؤال عينة من العضاء طبعا زي ما انتم شايفين العضاء عددهم كبير 860 عضوا فالافضل للرئيس انه ياخد عينة تم لماذا لان ذلك هيكون موفر له ارخص واسرع وكمان اسهل لان عدد العضاء الكبير هياخد وقت كبير ومجهود كبير وكمان تكلفة كبيرة يبقى الافضل انه ياخد عينة عشان يكون ارخص واسرع واسهل طيب قرر الرئيس ان يسأل 20% من الاعضاء فما عدد الاعضاء العينة الذي يمثل هذه النسبة بكل بساطة هناخد 20% من هذا الرقم وعشان ناخد 20% من هذا الرقم ليعطى رئيطين الطريقة الاولى تعالوا نجيب القلم ونحل هقولها 20 على 100 ضرب 860 عضو ونختصر الصفر مع الصفر والصفر مع الصفر واضرب 2 في 6 بـ 12 2 معنا الواحد 2 في 8 بـ 16 و1 17 يبقى 172 عضو دي الطريقة الاولى في طريقة تانية ممكن ناخد 10% و10% العشين في المية 10% و10% العشرة في المية نقسم على 10 يعني 860 على 10 يساوي 86 دي العشرة في المية دي نسبة 10% تمام والعشرة في المية التانية برضو هتكون 86 وبعدين نجمعهم 6 و 16 2 و معنا الواحد 8 و 68 و 1 17 واختار الطريقة اللي تريحك يبقى الإجابة يبقى الإجابة النسبة 20% من 860 هي 172 عضو وبالتالي يبلغ عدد العضاء الذين يطرح عليهم السؤال 172 عضو موضوع بسيط جدا ما فيش أي مشكلة تعالوا نشوفوا السؤال هنا يبلغ عدد سكان احدى القرى 300 شخص ارادت احدى الممرضات معرفة عدد مرات مرسة الاشخاص للرياضة خلال الاسبوع لذلك وزعت اوراق استبيان وحصلت على 48 ورقب مجامع ما النسبة المقوية التي تمثلها هذه العينة بالنسبة لعدد السكان عشان اجيب النسبة المقوية السؤال النسبة المقوية في السؤال هي عبارة ان اقسم 48 اللي هو عدد العينة على 300 شخص اللي هم المجتمع واضرب في 100 نختصر الصفرين مع الصفرين نختصر الصفرين مع الصفرين و48 قسم الثلاثة فيها 16 يعني النسبة 16 في المية حددت الممرضة عينة تمثل نسبة 20 في المية فكام عدد الاستبيانات التي ستحتاج ان تزيدها تعالوا نفسي بعشرين في المية من 300 شخص يبقى نضرب 20 على 100 في 300 شخص نختصر صفرين مع صفرين و20 في 63 ب60 يبقى هي عايزة توزع على 60 شخص طب هم كانوا كام 48 يبقى محتاجة تزود كام نطرح 60 نقص 48 هنا تكون 10 ونستلف دي تكون 5 10 نقص 82 و5 نقص 4 يبقى احنا محتاجين 12 استبيان زي هذا تعالوا نشوف سؤال تاني يبلغ عدد الطلاب باحد المدارس 948 طالبة فارادت مديرة المدرسة معرفة ما اذا كان الطلاب يودون الخروج للفسحة في الساعة 10 ونص ام 11 ونص صباحا فقررت سؤال 10% من الطلاب فكم عدد الطلاب الذين يجب ان تتضمنهم هذه العينة سؤال بسيط جدا هنجيب 10% وال10% من 948 طالب معناها نقص مع العشرة يعني 948 على عشرة نحط العلامة بعد الرقم يبقى 94.8 هنا طبعا كسر وما ينفعش في الاشخاص او طلاب انه يكون في كسر فنعمل تقريب التمانية تعطي للاربع واحد لاقرب عدد كامل يبقى لان التمانية غنية فتكون اللي جابة 95 طالبا تعالوا نشوف اخر سؤال معنا اختر درجة الدقة المناسبة للقياص اطوال الطلاب في الصف عشان اقص اطوال الطلاب في الصف اذا بالملي متر ولا بالسنتيمتر ولا بالمتر طبعا اكيد بالسنتيمتر طيب كتلة الطلاب اقصها الاقرب 10 كيلو ولا الاقرب كيلو ولا الاقرب واحد من 10 كيلو افضل حاجة الاقرب كيلو 32 كيلو 34 كيلو 50 كيلو كده يعني الزمن الذي يستغرقه الطلاب في الجري لمسافة 5 كيلو الطالب هيجري 5 كيلو في قدي في ثواني طبعا لا طيب في ساعات طبعا لا اما لا سيكون في كيلو في دقائق اعزائي متابعين القناة شكرا جزيلا على متابعتكم للشر نرجو ان يكون نال اعجابكم وطبعا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وكمان تعملوا اشتراك في القناة من زر الاشتراك الاحمر الاسفل الفيديو وتفعل زر الجرس عشان يوصل لك كل جديد ويعمل الاشعارات للكل وكمان لو حايز تتواصل معنا عندك في صندوق الوصف جروب الواتساب وصفحتنا على الفيسبوك وكمان رابط الاشتراك في القناة ومنتظرينكم ان شاء الله ومنتظرين استفسراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته